اشتركوا في القناة 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 وسمع صوته المشركون ولعلهم كانوا اقرب اليه من المسلمين فاسرعت مجموعتهم منهم نحو السوت وهاجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم هجوما شديدا وحاولت القضاء عليه قبل ان يسل اليه المسلمون فقال صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة وهو رفيق في الجنة فتقدم رجل من الانصار فدفعهم وقاتلهم حتى قتل ثم ارهقوه فعاد قوله فتقدم رجل آخر فدفعهم وقاتلهم حتى قتل ثم الثالث ثم الرابع وهكذا حتى قتل السبعة السبعة من التسعة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم السبعة كلما تشهدوا فداء ودفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الدين وعن العقيدة ولما سقط السابع لم يبقى حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرشيان طلح بن عبيد الله وسعد بن نبي وقاس فركز المشركون حملتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسابته حيارة وقع على أجلها على شقه وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى وجرحت شفته السفلى وهشمت البيض على رأسه فشجت جبهته وراسه وضرب بالسيف على وجنتيه فدخلت فيها حلقتان من حلق المغفر وضرب أيضا بالسيف على عاتقه دربة عنيفة اشتكى لأجلها أكثر من شهر وكان قد لبس درعيني فلم يتحتك وقع كل هذا على رغم دفاع القراشيين أو القراشيين الدفاع المستميد فقد رمى سعد بن أبو قاس حتى نئل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته وقال ارمي في ذاك أبي وأمي وقاتل طلح بن عبيد الله وحده قتال مجموعة من سبق قتال مجموع مع سبق قتال مجموع دير كلا بن قاتل ديب على يعني الوحده كذا كان يقاتل قتال مجموعة رضي الله عنه حتى أصابه خمسا وثلاثون أو تسعا وثلاثون جرحا ووقي بيده ووقي بيده النبي صلى الله عليه وسلم فأصيب أصابعه حتى شلت ولما أصيبت أصابعه قال حز فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت باسم الله لرافحتك الملائكة والناس ينظرون وخلال هذه الساعة الحرجة نزل جبريل وميكائيل فقاتل عنه أشد القتال وفاء إليه صلى الله عليه وسلم عدد من المسلمين فدافع وفاء إليه عدد وفاء إليه صلى الله عليه وسلم الوقت ديع نجوه مجموعة وفاء إليه صلى الله عليه وسلم عدد من المسلمين فدافع عنه أشد الدفاع وكان أولهم أبو بكر الصديق كان أولهم أبا بكر الصديق ومعها أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنهما وتقدم أبو بكر لينزع حلقة المغفرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فألح عليه أبو عبيد حتى نزعها فسقطت إحدى ثنيته ثم نزع الحلقة الأخرى فسقطت الثنية الأخرى ثم أقبل على طلحة بن عبيد الله فعالجاه وهو جريح وقد كان جريح ثلاثين جرحة أو من خمسة إلى تسعة وثلاثين جرحة أعلى جوه أبو بكر والسحابة رضوان الله عليهم وأبو عبيد وأثناء ذلك وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو دجانة ومسعب بن عمير وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وقيرهم وتضاعف عدد المشركين أيضا واشتدت هجماتهم وقام المسلمون ببطولات نادرة فمنهم من يرمي ومنهم من يدافع ومنهم من يقاتل ومنهم من يقس سهام على جسده وكان اللواء بيد مسعب بن عمير فضربوا على يده اليمنى حتى قطعت فأخذه بيده اليسرى بالنسبة لللواء فضربوا عليها حتى قطعت فبرك عليه بصدره وعنقه حتى قتل يعني عنقه فبرك عليها بصدره وعنقه كده مع بعض وحتى قتل رضي الله عنه وكان الذي قتله هو عبد الله بن قمأ فلما قتله ذن أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مسعبا كان يشبهه صلى الله عليه وسلم فانصرف ابن قمأ وساحة إن محمدا قد قتل وشعى الخبر بسرعة وبإشاعته تخفف هجوم المشركين يظنوا أنهم أصابوا الهدف وبالقوا ما أرادوا دي بلا كل وسامها لنا دي با كفالة مطي موقف عامة المسلمين بعد التطويق حق ولا كردون ما على دقما تحلقات المطين تلي تحلقات المطين سامعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته